اهلا بكم متابعا فستفير رجعنا لكم في اللقاء جديد لقائنا اليوم معنا ضيف مميز الضيف دينا اليوم هو رئيس جمعية الوطنية الاساتيدة وأطر التعليم الخصوصي بالمغرب والسيد سعيد شفاش اهلا بك سيد شكرا على الاستضافة شكرا انفس بريس وشكرا شيماء على تواجدك معي في اللقاء شكرا اللي كنت على الاستضافة ففي الاول بغيناك تقربنا اكثر وتقدم الجمهور دينا من الجمعية ديالكم الجمعية الوطنية اللي اسات وأطر التعليم الخصوصي بالمغرب هي جمعية تقريبا الى شفنا سنة التأسيس ديالي حديثة العاد تقريبا في نهاية 2018 كانت تأسس العام تأسيس دياله ولكن ترتيبات كانت قبل لانه قبل ما نديره جمعه متأسيسي كنا ندرنا واحد مجموعة دياللقاءة تشاورية مع مجموعة من ممثلة أساسي بالمغرب وكان مازال كنا نذكر في احدى الفناديق المغرب كنا ندرنا لقاءتما وستاشرنا على أساس انها تأسس الجمعية لانها كما كنقول دائما لإخواننا تأخرنا بزاف تأسيس لانها مقارنتان مع العطاء وتاريخ التعليم خصوصي بالمغرب فاحنا تأخرنا شوية ولكن كل خيرة فيها كما كيقولوا المغاربة فيها خير سي سعيد بغيناك تقول لنا اقربنا أكثر من الأهداف بالطبع تركزينا على الأهداف ديال الجمعية دياللقاء بالنسبة للأهداف هي طبيعة الحال مليك نسمعه الجمعية الوطنية لأساسي داته وأطور التعليم خصوصي بالمغرب هي الهدف الأساسي دي هو أهداف تربوي يعني معناه أنها جمعية تهتم بالإطار التربوي داخل منظومة التعليم الخصوصي في كافة اهتماماته وانشغالاته ولعافق دياله لعلم مستوى المهني لعلم مستوى الحقوقي لعلم مستوى التكويني لعلم مستوى المعرفي والتقافي بمعنى أنها جمعية شاملة كت تساهم في بلورة واحد النظرة استراتيجية مهمة بسبب القطاع الخصوصي وجات على أساس أنها تصحح النظرة المجتمعية للإطار اللي كيشتغل في داخل منظومة التعليم الخصوصي لأنه ماشي إنسان يقدم خدمات عادية ولكن هو مثله مثل أسرة التعليم بشكل عام الجمعية جاشة باش تبلور هاد النظرة الجاد هذا الأشياء اللي كشائعة بخصوص السعليم خصوص تماما وكذلك اللي إحنا في التأسيس كان تطرح أسئلة يعني فكان في الأول تطرح فكرة يعني نقابة أو فكرة تنظيم أو يعني ولكن تم القرار على أساس أننا نديروه جمعية لماذا باش نعطيه واحد يعني واحد النظرة التفاؤلية للمسؤولين على القطاع ونحسون بأننا راح ناجينا باش نمدوا اليد لجميع الأطراف دي المنظومة لا أباء لا مؤسسين لا دولة شخص وزارة التربية البطنية لكافة شركاء دي القطاع على أساس أننا نتعاونوا جميعا من أجل خلق واحد يعني من باش نركزوا على الهدف اللي يجابه هو الجودة يعني المفهوم الجودة اللي ينتشر في السنوات الأخيرة ولكي سعى لي الجميع وسي سعيد الجميع دي لكم دابة مقبلة على أنها تتنظم وحد المؤتمر في نسخة دي الأولى اللي هو مؤتمر وطني فكذا جاتكم الفكرة دي لهاد مؤتمر وشنو كتسعوا من وراء تماما قبل من نتكلم عن المؤتمر بغيت نحيط المشاهدين دي الأنفاس بريس لأن هات جمعية كتضم واحد خمسة دي الفروع الجهوية قائمة الدات لكتضم حتى تراب الصحراء المغربية كين جهة العيون السقية الحمراء كيتواجد فيها فرع هناك وحتى تيطوان معنى أنها جمعية شدة جنوب المغرب إلى شماله وكين فرع دي الرباط كين فرع دي الفاس مكناز وكين فرع دي المراكش أسفي وإن شاء الله إحنا مقبلينا على تأسيس فرع أخرى إذن هذه غير باش نعطي المفهوم الوطني دي لأن هذا سؤال مهم خاصة ننضح للمستمعين ومشاهدين دي الأنفاس بريس بالنسبة للمؤتمر هذا قبل من ديره مؤتمر دلنا لقاءات كانوا تكوين كانوا مجموعة دي اللقاءات ندوات وديرناهم على سعيد مدينة طارب عضاء وكانت حضور دي لي في ندواء الوطن وكانت دارت واحد من دي وطنية على سعيد مدينة طارب عضاء وكانت مشيت لها في السنة الفارطة لولا جائحة لكان عندنا واحد ما صار أكثر تطورا وأكثر دينامية لكن لأسف عامين دي الكورونا يعني ساهمت في تأخير واحد المجموعة دي الأوراش وواحد المجموعة دي الأفكار مؤتمر الوطني الأول في المغرب يعني لأول مرة في تاريخ المغرب ينضم مؤتمر كي تجمعوا فيه كما قال واحد سيد قال لينا أنتم عمركم ما تجمعتوا فهذا مؤتمر كأول مرة كي تجمع الأساسي دي الأديل المغرب ومشي أساسي فقط يعني أطار التربوية والأطار اللي كتشتغل الإدارية واللي كتشتغل داخل المنظومة دي التعليم الخصوصي بما فيهم أن وجهنا حتى دعوات المؤسسين الأساسي ساهموا معنا ويشاركوا في الندوة في المؤتمر بمعنى أن هذا المؤتمر جاء في واحد الوقت واحد الصياق مهم جدا لعلى المستوى القال والإطار للسنة ووزارة التربوية الوطنية المؤخر لعلى المستوى الدينامية كتعرفها كعرفها القطاع في شقيه العمومي والخصوصي لعلى المستوى أن نشوف التصور دي المدرسة الخصوصية ما بعد جائحة لأننا قبل جائحة كانت واحد منظرة معينة لذا ما بعد جائحة لأن العالم الآن يعيش أزمات صحية متكررة يعني كل مرة كيظهر لنا فيروس كل مرة هذه كل مرة هذه لذلك فإحنا في الجمعية ما يتأسسنا القينا نفسنا كما كنقول أمام الحائط الأول وأمام الإشكال الأول وأمام الأزمة الأولى وهي جائحة كورونا فتقريبا المجموع تراب المملكة يعني نقدر نقول لك جميع المدن في المغرب بما فيهم حتى المدن الصغرى يعني تصلوا بنا فما دعنا فعل لأننا كانت وقعت أزمة يعني لنسان مستوى التعليم خصوصي ولكن هناك أزمة في جميع القطاعات ولكن بسبب القطاع الخصوصي عاش أزمة حقيقية لأن هذا الموضوع إن شاء الله إلا تحت الفرصة لنتكلموا فيه فالصياق المؤتمر جاء ما بعد كورونا وما بعد التطورات التي عرفناها والأزمة التي عيشناها فكان ضروري أن ننظم المؤتمر ونديروه تحت شعار مزيدا من الارتقاء ضمانا للجودة يعني يعني هذا الفهم الجودة سيرضير جميع الأطراف سيرضيرهم وصيانة الاستقرار المهني يعني هذا الفهم دي الاستقرار المهني اللي هو أنفهم مهم جدا واللي هو صلب الإشكال اللي كي يقع في التعليم الخصوصي نا عادي إن شاء الله نخلي لأسئلة ودي غادي تستطيع طلاقة لمن الحضرة ديالك قلتي واحد النقطة اللي هي الجودة فحنا كنشوفوا بأن المجموعة من الأباء رغم أنه بيناتهم اللي ما عندهمش إمكانيات يعني مالية ليتخول لهم أنهم يدرسوا أولادهم في التعليم الخصوصي ولكن لأنهم كي يبحثوا على الجودة فكي يبدلوا جهد مضاعف وكي يمشيوا يقيدوا الأبناء ديالهم في التعليم الخاص فوش هنا يا ولاتك تلعب المدرسة الخصوصية ولاتك تلعب دور ديال المدرسة العمومية لأن المدرسة العمومية تقرات لهذاك الجودة ديالها هذه السؤال تقريباً كي تطرح علي دائماً هو سؤال مهم غير ما نوضعش مقارنة أنا دائماً لا أضع التعليم العمومي المدرسة العمومية بالقيمة ديالها التاريخية والحمولة التاريخية ديالها فالها مالها يعني لا يمكننا أن ننكر تقريباً لنشوفنا نتاج دي المدرسة العمومية المقارنات هنا لا تجوز يعني صحيح أن التعليم الخصوصي كي إسخر جميع الإمكانيات دياله اللوجيستيكية المالية البشرية من أجل البحث على الجودة وصحيح أن التقرير ديالة الأحيانات والتقرير ديالة تقارير الصادرة الآن كتعطي على أن التعليم الخصوصي واحدة الدينامية مقارنة لما التعليم العمومي الأب بطبيع الحال هناك آباء أنواع من الأباء فهناك آباء يبحثون فيه عن الجودة يعني كيمشي كيقرر ولده في تعليم خصوصك يستطمر نعم بلغ ديال أنا كنخلص ولدي ستصحح أنا كنخلص الفلوس هاد الجملة ستصحح في تعليم خصوصي سنقولك تستطمر في العنصر البشري اللي هو ولدك هذا مفهم هذا مفهم العصري في العالم هذا كمبلغ الاستثمار التربوي اللي كتساهم فيه من أجل أنك تبحث على الجودة وولدك يقرم زيان هذا نوع من الأباء كي النوع آخر من الأباء كيقولك أنا ما مرتاحش ولدي كون مدرسة عمومية كيوقع في كذا هادي كيخرجوا الدراري هذه النقطة اسمحي يا قطاتي هي النقطة اللي بغيت نشلها لأن الجودة أنا مقتش باغلا للمستودي التعليم حتى هذا المستودي اللي أنه كيكون في حد البيئة الصحية كيف ما كنقوله فحتى من هاد النحية طبعاً يعني هذه مسألة الجميع يعني متفقة على أن ملكة الصيف تقول لك التعليم الخصوصي فأنها مبدائياً كتكون شوية مرتاح تقعد الأب كي يمشي الخدمة الأم كي يمشي العمل دي اللي هو مرتاح على ولدها عارفة بأن أي حاجة وقعات وكذا كدر كين تتصلوا به وما كي يجدك لهذا المدراسي يعني الدري ما كينش أستاذ كيخرج فلي أنا حيث بعتبار أنا رئيس الجمعية دي التعليم خصوصي دي أسد التعليم خصوصي فالعمومي عنده ناس اللي تبارك الله غذي متلو غيد يدفع وغيد تكلمو ولكن دائماً لا أضع المقارنات بين مدراسة عند حمولة تاريخية كبيرة ونقدرها ونحترمها ونكين لها كل الاحترام ونتمنى يعني نتمنى التنمية والذي يكون أمبار لغادي التعليم العمومي ونحيد من الازدواج عمومي خصوصي ونوصل إلى تعليم وطني يعني كما موجود في اليابان كما موجود في كندا كما موجود في هلندا تعليم وطني يعني بالإمكانيات اللي غير بغير الآبع التعليم الداخل يعني كما التعليم العمومي كم المؤسسسات كتغت المؤسسات يقول عندها الصمع عادية لكن المؤسسات الفلانية فيها كتغرية ومدير إلى آخر أساسي إلى آخر المؤسسات خلال لا حتى التعليم الخصوصي فيها كاتيغوري كاتيغوري A كاتيغوري B كاتيغوري C وانا دائما في اللقاء التي كنت نقول بأن النص التطميرين داخل القطاع الخصوصي يعني يستطميرون ولا يفهمون في التربية والتعليم شيء يعني كما نسمي حنا موالي الشكارة هذه موالي الشكارة أساء المستطمير الحقيقيين يعني كنا الناس مؤسسين عندهم نفو دراسي عالي وعندهم واحد استراتيجي وعندهم عمال وعندهم متابعة يعني ناس كتخدم بغض النظر على الجانب التجاري ولكن بغض تخدم التربية والتعليم يعني لا ننكر لأننا لم يكن عموش في الجمعية لم يكن سقطوا في التعميم ولكن للأسف كانوا وحدين أساءل منظومة التعليم الخصوصية هذا يخلع لأن الآباء يقول لك يكون التنقل دائم كل سنة يتحززون لك يبقى دائما ولكن نحمل كذلك الآباء والأمهات واحد الجانب من مسؤول هذا موضوع الذي يمكن أن نرى وفي الآخر لدي سؤال ولكن تهم التعليم الخصوصي بصفتك أنا كدوي بالاسم دير بالنسبة للتعليم الخصوصي وش ما كتشوف أن فيه هذا النوع من الاستغلال ما كندويش على غير الأساتذة وإنما هو استغلال للأساتذة الأطر تعليمية وأيضا لأولياء الأمار نعم و المسؤولة التي تحملت خصوص التكليف كتر بموات شريف من رئاس جمعية وطنية خصوص الموضوع للإستغلال يعني هذا الموضوع هو التعليم الخصوصي في علاقته التولاتية بين الأستاذ مع المؤسسين ومع الآباء والأمهات ومع التنميذ هذا موضوع شائك وهو السبب الذي خلالنا نحن نديره جمعية سيطة أخطأ ولكن أعمال كما نوضح للمشاهدين كما نقول استغلال فأنا كان استغلال أساتذة من ناحية الأجور المقدمة لهم أنا كنشوف أنه يكون أجور زهيدة ومن نسبة لأبا والأولياء الأمور كان تبوي على استغلال من ناحية الأتمية التي تفرض عليهم لا أنا ما كنسميه استغلال لماذا يعني أولا المقاولة التربوية تختلف من المستثمر 150 مليون ومستثمر 50 مليون لديك فرق سيطر مدراسة خصوصية في وجدة أو كرسيف أو في تيفلت لديك المدراسة التي كانت في دار بيضاء أو قنيطرة أو المدراسة التي كانت في الجنوب أو الشمال أو الغرب سيطر أن مبلغ الاستثمار داخل السميزو اختلف يجب أن يخلص على مؤسسة صغيرة فهذا يمكن أن يكون هذا المبلغ يخلص لديه مؤسسة صغيرة إذا هذه المسألة هي الأجور لا يوجد استغلال بسيط لأن أجل المبلغ يقابلون فهذا يمكن أن يتعبون لديه مؤسسة فهذا يمكن أن أعطيك قد القد فهذا يمكن أن يتعبون لديه مؤسسة فهذا يمكن أن أعطيك هذا فهذا يوجد عقد يتم الاتفاق عليه ويوافق عليه الأستاذ أو الإطار الإداري لأن الأستاذ أو الإطار الإداري لا يجب أن يخلص لديه فهذا يجب أن أضع هاتف ساعلي ويقتربه لا يمكن أن أعطيك ما يجب أن يكون لا يمكن أن يكون ما يحتاجه أو العقد الذي يوافق عليه هو يوافق على هذا نفسي أنت أعتقد أنه يوافق عليه والذي عرفه بمجموعة من الإكراهات لكي تفرد عليه أنه يقبل بذلك التامن اللي كي تطرح عليه لا ما كنش يعني أخذينا مثل مدينة طاربيضة مدينة طاربيضة في تقريبين وحد العدد ما يناهي تقريبين وصلشي تسعميات مؤسسة إلى أكتر سي طريقا أنه أستاذ إلا ما يعجبوش مثلا التامن دي المدرسة الفنانية قديمشي مدرسة خدا كين العرض كين ولكن الأستاذ مليك يكون تكوين عنده راسين تكوين تربة وراسين تكوين علمي راسين ولكن نحمل الجامعة وكن نحمل المسؤولي وزارة تربية وطانية على المستوى التكوين لأنه كين فراغ فضيع في هذا المجال ولذلك جاءت الجامعية لأساس تغطية التكوين هذا وإن شاء الله كين انتفاقات شاركة مع مؤسسات الأساس لكو غنديروا اتفاقات شاركة مع مديرية عن الشق في خصوص هذا الباب هذا إذن فامريكي يكون تكوين راسين في المستوى وفامريكي يمشي تفاوض وكيلقاه المدير التربوي وكيلقاه نيفوركي يعطيه التامن ليستحق ولما قبل جاءت التامن فلكن نقلب على مؤسسة أخرى وما تنسيش واحد النقطة أساسية وأن القطاع يشغل واحد النسبة كبيرة من النساء فمحترام الأستادات اللي كيبنت له واحد مجنود كبير داخل المنظومة التعليم الخصوصي فركن واحد الإشكال وأن أستادر كتعاون زوجها فكتقبل بأي تمام كتقبل بأي تمام لذلك فهذه الإشكالية لذلك فمسألة للأجور وتسقيف الأجور هي صعبة داخل القطاع ولكن على الأقل يكون واحد أمبغيم كتشرف عليه وزارة التربية الوطنية أو الأكاديميات أمبغيم أو مواي يحترم واحد للنظم دي الأجور يحترم مثلا حكومة صادقة الآن على مستوى السميك في القطاع التعليم خصوصي ركنين بعد المؤسسات لا تتكلم عن مدينة ضربيضة بعد المدينة صغيرة لا تتكلم عن السميك نهائيا أقل من السميك بالنصف هذا إشكالية لذلك فمسألة الأجور لا يتحمل مسؤوليتها المؤسس بس نقول الشراء هو السبب يتحملها أولا أستاذة الأستاذة بقبول هذا الأجور تتحملها الدولة لأنها خلات فراغ في هذا الباب وما تحكمت في هذه المسألة بالاتفاق مع الشركة ستبرك راكين الرابطة عندها انتفاقية شاركة مع وزارة التربية الوطنية فتبرك معها وتناقش هذا الموضوع ويحل لذلك في المؤتمر جاء لكي يطرح هذه الإشكالية ويدير واحد توصية اللي غد ترفع الجميع الجميع الشركاء دي التعليم خصوصي في المغرب وإحنا بطهب بطلاء الحال غنكونوا معاكم وغنواكبوا هذا المؤتمر وغننقلو المشاهدين الأجواء ديال إن شاء الله فللأسف والموضوع شائك وما يقدنش في الوقت يعني فده لاش غنطروا أننا نخشموا الحلقة ديالنا اليوم على أمل أننا نتلقى بكم في موعد جديد ومع ضيف جديد إن شاء الله السلام عليكم